رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناءه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له هذا الحديث رواه أحمد بن ماجه بن حبان والطبراني في الكبير وجود إسناده والحافظ العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء وصحعه البوصيري في الزوائد وكذلك الألباني قال المنذري رواه الماجه ورواته ثقات ورواه التلمذي والطبراني أيضا وابن شاهين وأبو داود في الزهد من جعل الله له الغنى في قلبه نفعته الدنيا ومن لم يجعل الله غناه في قلبه لم تنفعه الدنيا وصحعه بن القين في إعلام الموقعين هذا موقوف على معاذ بن جبر رضي الله عنه وقد جاء بسند صحيح عند ابن المبارك عن طاوس قال من تكن الدنيا هي نيته من تكن الدنيا هي نيته تكن لها اسم وخبر هات هنا يمكن عندك صح ايش لا تكن تكن الدنيا اسم اسم تكن مرفوع هنيته خبر منصوب من تكن الدنيا همته قال لا هات يعني يعني قصدك تقول من تكن همته الدنيا يعني همته خبر مؤخر اسم كان مؤخر والدنيا خبر مقدم كذا من تكن الدنيا همته فتصير الدنيا خبر مقدم ونيته اسم مؤخر كذا كويس طيب وأكبر همه من تكن الدنيا من تكن الدنيا هي نيته وأكبر همه يجعل الله فقره بين عينيه ويفشي عليه ضيعته ومن تكن الآخرة ومن تكن الآخرة ومن تكن الآخرة تا ها الحين تبين اسم هذا خبر مقدم هي نيته وأكبر همه يجعل الله غناه في نفسه ويجمع عليه ضيعته وقد روى الضياء في المنطقة من مسموعات مرو كانوا طبعا كان المحدثون يدخلون البلدان ويكتبون أحاديث كل بلد فهذا الضياء دخل مرو وسمع من أحاديث من مشايخ مرو روى الضياء في المنطقة من مسموعات مرو عن يحيى بن معاذ قال من كان غناه في كيسه لم يزل فقيرا ومن كان غناه في قلبه لم يزل غنيا والحديث هذا تابع لما ذكرنا سابقا من قضية غنى القلب وأن من أغناه الله في قلبه كف عن الهلع والتكالب على الدنيا ومن كان قلبه فقيرا تفرق همه واشتغل بالدنيا ولم يشبع منها مهما كان عنده قال شيخ الإسلام رحمه الله إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة الفتاوى فكأنه يقول إذا عندك زيادة عن حاجتك تصدق بها قوله من كان همه الآخرة تفضيقوه العكس من كان همه الآخرة يعني همه اسم كان والآخرة خضر فيعمل في دنيا بطاعة الله ويسعى في مرضات مولاه وكأن الدنيا ليست له على بال ويعلم بأنه لن يأتيه منها إلا ما قدر له فسيهتم بأمر الآخرة وسيسعى لها سعيه ومؤمن الذي غنىه في قلبه سيجمع الله شمله يعني أموره المتفرقة سيجمعها الله قلبه لن يتوزع في أودية الدنيا ذهنه لن يتشتت باله لن يتفرق سيكون باله مجموعا وذهنه مجموعا وقلبه مجموعا خاطره ساكن سيكون خاطره ساكنا جمع الله شملة ويجمع الله ما تشتت من أمره جمع الله شملة تتألف أموره وتستوي وجعل غنىه في قلبه يعني قانعا بالكفاف لا يتعب في طلب الزيادة فمن اغتنى قلبه كبح جماح هواه وسلم من التخليط واستقام على الهدى واستغنى بالعبادة واستغنى بالله عن خلقه بل عن كل ما سواه عز وجل قال شيخ السلام بثيمية رحمه الله لا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ونفسه مريدة دائما تتطلب دائما ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبها يكون غاية يكون هو غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به وليس ذلك إلا الله وحده يعني اللي في النهاية ما عنده مراد إلا الله عز وجل خرص المطامع هذه ستنقطع ونفسه لن تريد هذا وهذا 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 لا تريد إلا الله فهذا الحال الوحيد الذي تطمئن به النفس تسكن وينجمع للعبد شمل قلبه ويصف ذهنه وينعم عيشه فلا تطمئن القلوب إلا بالله ولا تسكن النفوس إلا إليه ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادته وحده لا شريك له فإذا لم تكن النفوس تعبده وحده لا شريك له عبدت غيره وأشركت معه غيره فبالعبادة وحده فبعبادته وحده تستغني عن المعبودات الأخرى وبالاستعانة به تستغني عن الاستعانة بالخلق انتهى قال ابن قيم رحمه الله من طلب الله بصدق وجده ومن وجده أغناه وجوده عن كل شيء فأصبح حرًا في غنًا ومهابة على وجه أنواره وضياءه وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد عن ما يرجو تباعد ما يرجو وطال عناءه ومن وصل إلى هذا الغنى يعني غنى القلب والاستغناء بالله قرَّت به كل عين لأنه قد قرَّت عينه بالله ومن لم يصل إليه تقطَّعت نفسه على الدنيا حسرات طيب الذي يستغني بالله الذي يجعل الله عز وجل من جعل الله غنى في قلبه وليس في جيبه من جعل الله غنى في قلبه ماذا سيحصل له من ظن الفوائد أتته الدنيا يعني ما قدر له منها وهي راغمة ذليلة حقيرة لا يحتاج في طلبها إلى سعي كثير تأتي رغم أنفها وأنف أربابها ومن كانت نيته الدنيا خرص سعى لها سعيها شغلته عن مهام الآخرة سيحصل له العكس فرَّق الله عليه ضيعته الضيعة تطلق على الأرض المغلة الأرض المزروعة المثمرة يقال لها ضيعة بعض الناس العامية يكونوا ضيعة عندنا ضيعة فلان له ضيعة راح على الضيعة المقصود بالضيعة كل أرض مغلة لها غلة قوله فرَّق الله عليه ضيعته تطلق الضيعة على الأرض المغلة وتطلق على العمل المربح في الصناعة والتجارة والحرفة وتطلق على الربح نفسه في اللغة تطلق على هذه الأشياء إذن لو واحد عنده ورشة يطلق عليها في اللغة ضيعة لو عنده مزرعة يطلق عليها ضيعة لو عنده مهنة الطب لو عنده مهنة الطب يطلق عليها ضيعة ما معنى فرَّق الله عليه ضيعته كثرت أشغاله وانتشرت أموره وصار مشتتاً ما في التركيز النفس مشتتة هنا وهنا وهنا وما خراص هذا واضح في الواقع تجد في الواقع واضحاً غاية الوضوح قال شمر من أهل اللغة كانت ضيعة العرب سياسة الإبل والغنم قال ويدخل في الضيعة الحرفة والتجارة يقال للرجل قم إلى ضيعتك قال الأزهري الضيعة والضياع عند الحاضرة يعني أهل البلد أهل المدن مال الرجل من النخل والكرم والأرض والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة قال وسمعتهم يقولون يعني العرب ضيعة فلان الجزارة وضيعة الآخر رعي الإبل وما أشبه ذلك كالصنع والزراع وغير ذلك لسان العرب فالمقصود فرق الله عليه ضيعته معاشه يعني شتته عليه تشتيتاً فانشغل باله هنا وهنا وهنا وتوزع ما عادي انجمع غير مرتاح أبداً ما هو مرتاح موزع مشتت هذا عذاب نفسي هذا نوع من الشقاء إذا الواحد فرق الله شملة فرق الله عليه ضيعته سواء في مهنة في حرفة في وظيفة في تجارة في مزرعة إذا الواحد فرق الله عليه ضيعته هذا معذب نفسياً فمن كانت الدنيا همه من كانت الدنيا همه قلبه فقير شتت الله عليه ضيعته وأشغل باله في أودية الدنيا هنا وهنا وهنا وفي حديث أنس فرق عليه شمله يعني فرق عليه ما اجتمع من أمره وجعل فقره بين عينيه لأنه يخشى يخسر يخشى تضيع هذه يخشى تنقص هذه يخشى هكذا دائماً نصب عينيه على طول المدى وها قلبه مشغل بذلك فلا يزال فقيراً فقير القلب حريصاً على الدنيا متهافتاً عليها منهمكاً في تحصيلها وإن كان موسراً يعني مع أنه عنده كفاية لكن يريد المزيد ممتد الطمع حتى توافيه الأمنية في الأمان الردية والحالة السيئة والعياذ بالله قال ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له قال السندي رحمه الله من الشراح ما كتب للعبد من الرزق يأتي لا محالة لكن هذا ما هو معناه أنه بدون بذل سبب رح نام في البيت ورح يجيك رزقك المكتوب لا محالة ليس هذا المقصود ابذل من الأسباب المشروعة متوكلاً على الله ولكن لا تعلق قلبك بالدنيا وهذا النوع نادر من الناس نادر من يعمل ويتكسب ولكن القلب غير معلق بالمال جات أو راحت المسألة عنده هينا هذا النوع نادر قال السندي ما كتب للعبد من الرزق يأتي لا محالة إلا أنه من طلب الآخرة يأتيه بلا تعب ومن طلب الدنيا يأتيه بتعب وشدة فطالب الآخرة قد جمع بين الدنيا والآخرة فإن المطلوب من جمع المال يعني العاقل لو فكر قال أصلاً أنا ليش أجمع ليش أكتسب لماذا ليش أنا ليش أجمع الفلوس ليش المفروض يكون الجواب للراحة يعني أجمع الفلوس لأرتاح ليخدمني مالي وليس لأخدم مالي فالمشكلة أن كثيرون يخدمون المال وليس المال يخدمون فيصير المال هو المبتغى وليس وسيلة ولا يكتفي بقضية يعني اللي حصل مشي حالك فيه مدرج ليك على قدر ما عندك اللي حاف لا أعمل على هذا الخط أبدا قال فإن المطلوب من جمع المال الراحة في الدنيا وقد حصلت لطالب الآخرة وطالب الدنيا قد خسرت الدنيا والآخرة لأنه في الدنيا في التعب الشديد في طلبها فأي فائدة له في المال إذا فاتت الراحة حاشية السندي على بن ماجه إذن هذا مبدأ مهم جدا يعني غنى القلب يؤدي إلى راحة البدن وراحة الذهن وراحة النفس واستقرار الاستقرار النفسي يؤدي إلى اجتماع الشمل يؤدي إلى تركيز وحده وأما الفقر القلبي فإنه يؤدي إلى التشتت والشقاء النفسي قال المناوي من كانت الدنيا نصب عينيه صار الفقر بين عينيه وتفرق سره والتشتت أمره وتعب بدله وشريهت نفسه جماعة طماعة هلوعة وازدادت الدنيا منه بعدا وهو لها أشد طلبا فمن رأى نفسه مائلة إلى الآخرة فليشكر ربه على ذلك ويسأل الزياد من توفيقه ومن وجد نفسه طامحة إلى الدنيا فليتب إلى الله وليستغث به في إزالة الفقر من بين عينيه والحرص من قلبه والتعب من بدنه وقال ابن قيم رحمه الله لا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر وهمه لا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر وهمه وهو حريص بجهده على تحصيلها ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلوب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه ولولا سكرة عشاق الدنيا بأهلها لاستغاثوا من هذا العذاب يعني ليس دائما يقرون ويعترفون ويعلنون شقاءه من نفسه هذا وهناك نوع سكرة بمثلا الأموال الكثيرة يحجب يحجبهم عن التصريح بهذا إغاثة الله فان وقال ابن جوزي رحمه الله إذا أراد الله بعبدي خيرا جعل الغنى في قلبه وجعله أمينا لله وأعانه على أداء الأمانات التي افترضها عليه جل جلاله فذلك العبد الذي ألهمه الله رشده وبصره عيوب نفسه وجعل غنى في قلبه وإذا أراد يعني الله عز وجل بعبده شرا جعل فقره بين عينيه وفي قلبه وكسله عن أداء الأمانات وغيب عنه رشده وسلط عليه الشيطان فزين له سوء عمله وحبب إليه عيوبه فإذا كان العبد كذلك فلا يبالي عما قال ولا ما قيل فيه ولا يكون همه إلا في الدنيا وإصلاحها ولا يبالي بتلف دينه فذلك العبد الذي قد سخط عليه مولاه وأبعده عن أبواب الخير كلها وأقربه من أبواب الشر كلها بستان الواعظين وقال ابن دقيق العيد رحمه الله السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على بالية لا ينفد عذابها ولا ينفد فأفاذنا هذا الحديث أن من الأعمال القلبية العظيمة غنى القلب أن القلب محل للغنى إذا جاهد صاحبه نفسه وتوجه إلى الله واستمد منه واستعان به وتوكل عليه وصار صارت عبادة الله هي مطمع وهدف هذا يجمع الله شملة ويؤتي سعادة الدارين وقريب من هذا الحديث حديث آخر نذكره لعلاقته بالموضوع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يعني هذا من الحديث القدسية يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملأ يديك شغلاً ولم أسد فقرك الحديث رأى ترمذي وحسنة وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيفة وابن حبان والحاكم وعند الترمذي وابن ماجة وغيرهما أملأ صدرك غنى يعني يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك أو صدرك والقلب في الصدر والحديث صحاعة والحاكم وافقه الذهبي وقال ابن مفلح في الأداب الشرعية حديث جيد حديث جيد وروا أبو نعيم عن خيثم بن عبد الرحمن قال مكتوب في التوراة يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملأ قلبك شغلاً أملأ قلبك شغلاً ولا ولا أسد فقرك والحديث هذا فيه قوله يا ابن آدم هذا نداء عام لا فرق فيه بين عربي وأعجمي وأبيض وأسود فمن استجاب كان له الوعد ومن لم يستجب نزل عليه الوعيد تفرغ لعبادته قال القار أي بالغ في فراغ قلبك لعبادة ربك اجعل القلب متفرغاً لعبادة الله دعاء تلاوة مناجاة خوفاً رجاء توكلاً حياء إخلاصاً اجعل املأ بالغ تفرغ لعبادتي بالغ في فراغ قلبك خشوعاً في الصلاة احتساباً في الصيام خضوعاً خشوعاً في الحج وهكذا تفرغ لعبادتي بالغ في تفريغ قلبك لعبادة ربك كن فارغاً عن كل شيء إلا العبادة اصرف وقتك فيها هذا من كلام الشراح تفرغ عن مهماتك لطاعته لا تشتغل باكتساب ما يزيد على قوتك وقوت أهلك وقال العلاء رحمه الله أمر الله في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته ومن جملة ذلك أن لا يكون في القلب شاغل عن الإقبال على طاعته سبحانه وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر بأن الفراغ من النعم التي لا يريق إهمالها فيض القدير طبعا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال اسم لغاية الحب لله وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا فالحب يوجب الذل والخضوع والطاعة والقلب لا يصلح إلا بعبادته وحده طيب هل المقصود من الحديث التفرغ التام للعبادة وترك مهام الدنيا وإهمالها بالكلية ثم الناس ما حالوهم في هذا الأمر في ناس هناك ناس مكفيون يعني ترك له أبوه عقارات مؤجرة مثلا هذا يشي تعب فيه يشي تعب لا يكاد يتعب هذا عليه واجب عظيم في شكر الله هذا لو يروح يشتغل في التجارة ويفتح أعمال وسوي يعني هذا مسكين لأن الله أعطاه شيئا دارا لا تعب فيه فيفتح مجالات زيادة ليش هذا خطأ واضح هذا بالنسبة لفهم موضوع وللآخرة خير لك من الأولى هذا ما هو فاهم الهدف ليش خلقه الله ما هو فاهم فاهم نظريا بس عمليا لا يعمل بي ما يعرفه نظريا في فاصل بين معرفته النظرية وواقعه العملي هذا نوع فيه نوع آخر من الناس عطال بطال عانى على غيره يعني يأخذ من مال أبيه من مال أمه من أخته الموظفة ما يبغي يشتغل فهو ما هو مشتغل بالدنيا ليس زهدا فيها والدليل أنه يحسن علاقاته مع أخته في آخر الشهر وتضارب معها في أول الشهر واضح خرص ومثل هؤلاء أيضا من يعيش على السرقة أنا مرة جرى بين حديث جرى يعني حديث بيني بين واحد من الشباب يعني هاتفي يعني لا أعرفه قلت أنت الآن يعني ليش مضيع نفسك في المخدرات طب أصلا من فين تجيب فلوس عشان تجتري مخدرات قال عندي سيارة أوصل عليها بالأجرة مسروقة كم موديلها قال 2005 قلت 2005 وتوصل قال والله الآن على العيد ناوي أسرق واحدة جديدة طيب ليش ما تروح تشوف وظيفة كويسة تشتغل فيها حلال قال أنا عندي وظيفة قلت إيش الوظيفة قال أروج يجو ناس يعطوني ثلاثة كيلو حشيش قل روجها يعني في ناس سبحان الله العظيم يعني هو هذا ترى ممكن يكون من النوع اللي ما هو يعني جدا حريص على الدنيا لأنه إذا إذا إحتاج سيارة يسرق إذا إحتاج مال يروح يأخذ كم كيلو حشيش ولا حبوب يروح يروح يروجها مشوار خرص يجمع على آخر يكفي شهر شهرين ثلاثة في ناس ترى في الواقع كذا عايشين ما هو هذا شيء طيب هؤلاء يعني 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 ما هو هلوع لما يبغى بس من الحرام بس من الحرام يعني لما يحتاج يروح يدبر نفسه وفي ناس عطالين بطالين على التسول يجمع ففي يعني 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 سبحان الله العظيم تجد الناس الهلوعين الجشعين طماعين يشتغلون في كل مجال من الصباح إلى الليل كله شغل 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 ورشه يعني يبغى يجمع مال أكبر أكبر أب أكبر مبلغ يجمع هذا خلاص من النوع اللي يعني ما عنده في وقت يعبد الله يعني وحتى لو دخل في الصلاة كلها يحاسب مو يحاسب نفسه لا يحاسب الدكان الأول الدكان الثاني مشروع الأول مشروع الثاني المذي بس يجرد محلات يجرد تجارات يجرد تفكر كذا كل همه في ربحة وخسرت واشتغلنا وما اشتغلنا وبعنا وما بعنا وكم بعنا وكم راسمالنا وكم أرباحنا وكم التكلفة وكل ونا عنده ميزانيات يعني في الصلاة ميزانيات اللي داخل واللي طالع والكم والطرح وجمع وضرب وقسم وشغال عمليات حسابية ولذلك هذا مشتت مشتت يعني ففي ناس مشغولين بالدنيا وفي ناس عطالين بطالين يا على الحرام يا على التسول أو أخذ المال بالإحراج بالإحراج يعني في ناس ما يسرق لكن لكن يحرج غيره ليعطيه أو يستدين ولا يوفي يستدين هو ناوي إنه ما يرجع وعايش على كذا يعني قد سئلت قريبا سؤالا أن لدي من الأقارب واحد عايش على هذه الشغلة يستلف وما يرد ويروح يستلف وما يرد يستلف ثم الناس يجي يطالبون يقولوا أخوكم ما سدد قريبكم ما سدد فنروح نسدد عنه طبعا يعني هذا هذا أخذ المال بالإحراج يعني أخذ المال هذا أصلا هذا من أنواع من أكل المال بالباطل الذي يأخذ أموال الناس يريد إتلافاء 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 الله طبعا كان السؤال هو هل يجوز ما نسدد عن قريبنا هذا حتى لو دخل السجن ولا تعتبر قطيعة رحم بعض الناس عندهم يعني أيضا ورعوا خوف من الله يعني الآن لو قلنا لو جاءنا واحد قال أخوكم ما سدد إذا ما ترى سدد ترى بشتكي وادخل يدخل السجن نقول خلي يدخل هل نفعل ذلك ولا علينا إثم طبعا مثل هذا إذا تماد إذا تماد خلي السجن يربي يمكن سبحان الله يمكن يتربى في السجن لأن الحرية لا تصلح له يمكن السجن يصلح له أو يصلحه فلا يعتبر من قطيعة الرحم يعني هذا كل واحد يجي والله يقترض 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 ورح بعدين ارمي على أقاربك وارمي على أسرتك وعلى عائلتك وخلي سدد عنك هذا ما هذا ليس مما يجب أن يعني ينقذ لأنه يتماد يتماد يعني ما في حد يعني لأنه بقية السؤال وأولاده تربوا على كذا والآن بدأوا نفس الشغلة كبروا اشتغلوا بشغلة أبيهم مهنة 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 إيش عمل الوالد هو كذا هلحين هذا يعني ياريت أن هؤلاء مثلا قالوا والله ما دام جان مال من غيرنا بدون تعب بس استجداءات وإحراجات واستدانات بدون نية الإعادة ليتهم راح وتفرغوا العبادة يعني راح مثلا جعل خلاص الآن في المسجد لا يروح هذين شغل هين تسكعات مقاهي ألعاب إلكترونية و خلاص يبدأ الأموال هذه لجمعها بهذه الطرق بالشحاذة والاستجداء وبالاستدانات الباطلة والإحراجات يبدأ يعني ينفقها في أشياء تشغله عن الله والدار الآخرة الشاهد أن الناس الناس أنواع في موضوع يعني الشغل الاشتغال بالدنيا ليس المقصود من الحديث يابن آدم تفرغ هذا نص الحديث يابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك إيش معنى تفرغ لعبادتي هل معناها ترك الاكتساب للإنفاق على الأهل لكف النفس عن السؤال لا وإنما المقصود أنك تكف نفسك عن السؤال وتنفق على أهلك ولا تشتغل بأشياء إضافية لا تحتاج إليها تشغلك وتلهيك عن عبادة الله أصلا الفقر يعني إذا واحد يستعيذ بالله من الغنى المطغي يستعيذ بالله أيضا من الفقر المنسي لأنه أحيانا يصير يعني مشغول نفسيا مهموم ملاحق من ملاحق من الدائنين قال الحافظ العلاء رحمه الله أمر الله في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته بحيث لا يكون القلب مشغول عن الطاعة إذن ليس المقصود من الحديث ترك الدنيا وإهمال الدنيا بالكلية ولكن المقصود أن لا تشغلك الدنيا عن الآخرة واكتفي فيها بالكفاف كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن قال لما احتضر سلمان رضي الله عنه قال طيب عن الحسن قال لما احتضر سلمان رضي الله عنه بكى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب هذا إذا كان السند صحيحا معناها أن الحسن أدرك سلمان رضي الله عنه سلمان عمر والحديث صحاه ومحققون مسند على أي حال محققون مسند أحمد طبعة الرسالة قال سلمان بكى سلمان رضي الله عنه عند موته وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأهله إلا بشيء طيب القوت ما يسد الرمق وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك طبعا الآن وعصرنا يا جماعة عصر مختلف تماما يعني من زمان كان واحد يأكل خبزة شعير خلاص الآن الآن الشعير على في الدواب يصموه مع تر طيب تقول له يعني القوت يعني فقط رز قمح تمر يقول لا كيف هذا صنف واحد ما تبغاني كيف يعني أنا أكل بس رز طبعا يعني ليس حراما ويأكل يأكل ما يريد من الطيبات لكن في النهاية قضية اشتغال القلب عن الله هي ما نريد الفرار منه إذا انشغل القلب عن الله لا عد فيه خشوع في الصلاة ولا فيه تركيز في العبادة يفقد لذة الطاعة وينشغل عن أطيب ما في الدنيا لأن لذة الطاعة أطيب من أطيب أكله وألذ وأشهى من أعظم مركوب وأحسن ملبوس كان أبو جعفر النسفي رحمه الله من علماء الحنفية فقيرا متزهدا بات ليلة قلقا لما عنده من الفقر والحاجة فعرض له فكر في فرع من الفروع كان أشكل عليه يعني مسألة شيء في الفقر فانفتح له فجأة أدرك حل هذه المشكلة نحلت اتضحت فقام قام قام يعني يمشي مشهت قام فرحا يعني ما ويقول أين الملوك وأبناء الملوك فسألت امرأته ايش فيك ايش فيك ايش اللي صار يعني ايش الجديد ما في شيء جاء للبيت اين فأخبرها بما حصل له فتعجبت من شأنه رحمه الله فمن شغل من انشغل بأمر الآخرة وجد في قلبه من الغنى والفرح أعظم ما يجد الملوك وأبناء الملوك من الدنيا وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال ابن القيم رحمه الله أغنانا بالفرح بفضله ورحمته وهم القرآن والإيمان عن الفرح بما يجمع أهل الدنيا من المتاع والعقار والأثمان فمن فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يسد فقرة كما جاء في الحديث وأسد فقرك يعني أسد باب حاجتك إلى الناس وإلا تفعل ما أمرتك به من الإقبال على الآخرة والاكتفاء من الدنيا بال كفاف ملأت يديك شغلا اشتغالا من غير منفعة وهذا على فكرة حال كثير من أصحاب الأعمال اليوم يقول لك يا أخي فاتحين محلات ومستوردين بضاعات ولنا شغل في السوق بس ما في أرباح ما في أرباح هذا موجود هذا حال بعض الناس اليوم شغال عمال وموظفين ورواتب وطالع وداخل وفواتير وإجارات وإيش وضائع واستيراد وجمارك وطلع لكن في الأخي يقول لك ما ما في أرباح ما في أرباح يعني ملأ الله ملأه الله شغلا بس بغير منفعة ما في فائدة أو ما في بركة تجري فلوس من هنا تروح من هنا ما حسين فيها ما حسين فيها وما زال علينا مطلبات ومتطلبات وعلينا علينا مسؤوليات قال ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك يعني ستتعب وتتعب وتكدح ويبقى تبقى حاجاتك وتبقى احتياجاتك فإذا من انشغل بعبادة ربه وفرغ قلبه لها جعل الله الدنيا تقبل ما يأتيه من ما قد الله من الدنيا سيأتيه رغما عنها وعن أربابها والله سبحانه وتعالى سوف يجمع عليه قلبه ونفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد